موسيقى الاسكان تكشف عن تنفيذ 121 مشروع بمحافظة المينيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة رصد التعديات على النيل بالقاهرة والمنوفية والبحيرة والمينيا وسهاج خلال أجازة العيد نمو صادرات الصين في يوليو مع تحسن الاقتصاد بعد جائحة كورونا الاقتصاد من النيل أهلا بكم أكدت وزارة الاسكان بأن الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة تولى تنفيذ 121 مشروع بخمسة مراكز بمحافظة المينيا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرية وأوضحت الوزارة أنها تتولى من خلال الجهاز المركزي للتعمير تنفيذ المشروعات المستهدفة بخمسة وعشرين مركزا في عشر محافظات وتضم نحو 741 قرية وتوابعها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية اختتمت فعاليات المشاركة المصرية بالدورة السادسة والأربعين لمعارض دار السلام الدولي بتنزانيا وشاركت مصر بجناح مقام على مساحة 2360 وبمشاركة 25 شركة وهيئة مصرية في مختلف المجالات الصناعات الهندسية والكيمويات والملابس الجاهزة والجلود والأثاثة إلى جانب منتجات خان الخليلي بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون بذلك أكبر الدول المشاركة بالمعارض من بين 21 دولة مشاركة بفاعليات المعارض قررت لجنة والتسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع الأسعار الحاليات للبنزين بأنواع في ضوء التدعيات الاقتصادية للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة العالمية ووضحت اللجنة أن الأسعار أصبحت 8 جنيهات للريتر البنزين 89 جنيهات و25 قرشة لليتر البنزين 92 و10 جنيهات و75 قرشة لليتر البنزين 95 وكذلك رفع سعر بيع الصلار إلى 7 جنيهات وربعة للترة كما قررت اللجنة زيادة سعر طن المزوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيهة ليصل سعر طن المزوت إلى 5000 جنيهة وثبات أسعار المزوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأية محاولات لاحتكار المواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأية صورة كما وجه شعراوي بسرعة التنصيق بين كل المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الرقوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود وعشار الوزير إلى أن الزيادة الجديدة في تعريفة الركوب لوسائل المواصلات داخلياً وبين المحافظة والأخرى ستكون ما بين 5% إلى 7% على جميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات على أن يتم إعلان التعريفات الجديدة أعلنت وزارة الموارد المائية والرأي عن أن أجهزة الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عدد من التعديات على مجرى نهر النيل بمحافظات القاهرة والمنوفية والبحيرة والمينيا وسهاجة خلال فترة إجازة عيد الأطحى المباركة وتواصل الوزارة بكل أجهزتها تنفيذ حمالات الإزالات الموسعة لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والمحطات وأملاك الرية بالتنصيق مع أجهزة الدولة المختلفة حيث تم منذ بداية الحمالات وحتى الآن إزالة حوالي 60 ألف حالة التعدي على مساحة نحو 8.6 مليون متر مربع بمختلف المحافظات قام رئيس قطاع الخدمات الزراعية عباس الشنوي بمتابعة المحاصيل الصيفية ومحطات التقاوي استعدادا للموسم الشتوية مبكرا من خلال المرور على الزراعات الصيفية بمحافظة كفر الشيخة للاتمئنان عليها خاصة محاصيل القطن والزرع وأيضا متابعة إجراءات منع التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة وفي سياق متصلة أكد رئيس الإدارتين المركزية لإنتاج التقاوي والمركزية لفحص واعتماد التقاوي حاتم إبراهيم وأحمد عسام أن الإدارتين التواصلان العمل خلال أجهزة عيد الأطحى استعدادا للموسم الشتوي مبكرا بتوفير التقاوي المعتمدة للحكومية المنطقة عالية الجودة والإنتاجية وفي مقدمتها محصول القمح الاستراتيجية أعلنت الحكومة المغربية أن البنك الإفريقي للتنمية وافق على تمويل المغرب بقيمة تتجاوز 87 مليون يورو لدعم برنامج تعميم التخطية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية وبحسب بيان للبنك فإن الهدف الأول من تلك العملية يتمثل في تعزيز أصص برنامج مستدامة للحماية الاجتماعية يستند إلى نهج يكون أكثر تكاملا وشمولا لتطوير السياسات الاجتماعية في الصين نمت الصادرات بأسرع معدل في خمسة أشهر في يونيو الماضي مما يؤكد أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم تنتعش ببطء من أثار القيود التي فرضتها لاحتواء جائحة كورونا وأظهرت بيانات الجمارك الرسمية أن الشحنات المتجهة للخارج قد ارتفعت بنسبة 17.9% في يونيو عنها قبل عام بالمقارنة مع نمو 16.9% في مايو وسجلت الصين فائدا تجاريا وصل إلى 97.9 مليار دولار في الشهر الماضي أعلنت ألمانيا إيقاف شراء الفحم الروسي في الأول من أغسطس كما ستتوقف عن شراء النفط الروسية في 31 ديسمبر فيما يمثل تحولا كبيرا في مصدر إمدادات الطاقة في البلاد وأضفت الحكومة الألمانية أن الفحم الروسية كان يشكل في السابق 40% من مزيج الفحم الألمانية بينما يشكل النفط الروسي 40% من مزيج البلاد النفطية وتعمل ألمانيا بشكل سريع على تطوير محطات الاستراد الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في سد فجود إمدادات الغاز في أسواق النفط العالمية ارتفعت الأسعار بعد يوم من انخفاضها إلى مدون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ إبريل لكن المكاسب كانت محدودة وسط ترقب قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تضعف السوق وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت 45 سنة لتصل إلى 99.9 دولار للبرميل وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنة لتصل إلى 95.12 دولار قالت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط العالمية تسير على حبل مجدود بين نقص الإمدادات ورقود اقتصادي محتمل مع تأثر الطلب بالفعل بارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية واضافت الوكالة إن طاقة الإنتاج الفائضة للسعودية والإمارات مع أن قد تنخفض إلى 2.2 مليون برميل يوميا فقط في أغسطس مع التخلص من تخفضات أوبك بلس وقالت إن الطلب سيرتفع في عام 2023 بواقع 2.1 مليون برميل يوميا ليصل إلى 113 مليون برميل يوميا بقيادة نمو قوي في الدول غير الأعضاء بمنطقة التعاون الاقتصادية والتنمية نهاية والوقفة الاقتصادية لم يتبقى لناس والتذكرة بأهم ما جاء فيها الإسكان تكشف عن تنفيذ 121 مشروع بمحافظة المينيا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة رصد تعديات على النيل بالقاهرة والمنوفية والبحيرة والمينيا وسهال خلال إجازة العيد نمو صادرات الصين في يوليو مع تحسن الاقتصاد بعد جائحة كورونا دمتم في أمان الله